إن الرصافة غرقت به الشكل هذا والمجاري طفحت عليهم أجلك الله بسبب الأمطار لو بسبب ما بها خدمات لأنه الموطن يقول لك ليش الكارخ زينة والرصافة بها مشاكل لا أعني مو الرصافة إحنا بلدة الشعب ما غرقت ما صارت بها غرق بلدة الصدر أولى بدل الصدر الثالية ما صار عندنا مشاكل بها بحش المناطق في بغداد اللي غرقت يعني سبحان الله يعني حطول الأمطار إنه هاي المناطق صار أكو كبيرة أمطار كبيرة جدا بوقت قصير إحنا شنو المشكلة مالتنا صارت إنه قلت لك كمية الأمطار اللي صحتت هي تفوق الطاقة الاستيعابية لخطوط النقل هاي من جانب آخر عندنا بعض محطات الحاكم والكبيرة اللي تقوم بعملية سحب بياها الأمطار طفت عنها الكهرباء الوطنية جيل ليش طفت بسبب عارض عارض بسبب الأمطار لكنهم الأقوان بوزارة الكهرباء ما قصروا هم ويانوا بأول بأول كوادر وزارة الكهرباء مشكورين واستطاعوا بعد مدة إعادة إحنا من طفت الكهرباء شغلنا على المولدة اللي موجودة كل المحطات اللي موجودة لكن تعرف الجنابش جميع يعرف أن المحطات المولدة هي تعمل بنصف طاقتها التصميمية فهذا الأمر أيضا كان أحد الأسباب التأخر في سحب مياه الأمطار في هذه المنطقتين فقط بعد إعادة تيار الكهربائي من قبل المشكورين وزارة الكهرباء عادة عمل المحطات لذلك تم سحب مياه الأمطار والآن هي أغلب مناطق شوارع بغداد هي مصفرة وعادة الحياة لها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر